نتوصف الحديث أكثر الآن مع ضيفنا ينضم لنا الآن من بيروت الخبير الاقتصادي جهاد حكيم سيد جهاد أهلا بك معنا بداية تراجع حاد في قيمة العديد من العملات الرقمية والمشفرة كما تبعنا قبل قليل خلال أسبوع ما الأسباب هنا فعليا شكرا للاستضافة هناك تضارب كبير ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض غير أنه من الناحية الفنية بما يخص التحليل الفني هذا ليس بمفاجئ أبدا لأنه نحن في اتجاه انخفاضي للعملات الرقمية وأي إكفال أسبوعي تحت مستوى 18 ألف لعملة البيتكوين سيأخذنا لمستويات 13 ألف الأسباب العديدة التي ذكرت كان بينها التشدد من قبل الفيدرالي الأمريكي بما يخص السياسة النقدية خصوصا أن رفع الفائدة سيجفف السيولة في الأسواق ويمكن رفع الفائدة أن يأخذ الاقتصاد إلى مرحلة الركود وفقدان العديد من الوظائف عندما سنذهب إلى وظائف أقل وسيولة أقل بالطبع ستتأثر العملات الرقمية ولقد رأينا في الآونة الأخيرة أن كان هناك بعض التطابق بين سوق الأسهم والعملات المشفرة فحتى أسواق الأسهم فإذا أخذنا الـ S&P 500 فمنذ بداية السنة حتى اليوم هو انخفض بحوالي 15% فكم بالحري أسواق العملات المشفرة التي فيها مخاطر أكبر وتقلبات أكثر وبالتالي نعم تفضلي اسمحنا على المقاطع سيد جهاتو لكن دعنا ربما نبسط قليلا الأمر هل هذا الهبوط للعملات الرقمية يمكن أن يحفز حالة عدم الاستقرار المالي وهل هذا أيضا يعكس بأن هناك ربما أيضا قطاعات أخرى ستشهد أيضا هذا التوتر وانخفاض يعني الموضوع ليس فقط مرتبط بالعملات الرقمية أيضا عندما يكون هناك ارتفاع بنسب الفوائد يكون هناك اتجاه للاستثمار بالسندات أكثر حيث أنها فيها مخاطر أقل والعائد يكون أكثر في هذه الفترة فمن الطبيعي أن عندما يكون هناك اتجاه بالتشدد بالسياسة النقدية من الطبيعي أن نذهب إلى الأسواق المالية التي فيها استقرار وأمان أكثر والهروب من الأصول التي فيها مخاطر عالية خصوصا أننا نعرف أن العملات المشفرة كانت فيها الكثير من التقلبات وقد شهدنا أن الكثير من المتداولين تكبدوا خسائر كبيرة لذلك ورأينا حالة الإفلاس في العديد من اللاعبين في أسواق العملات المشفرة دفع الكثير من الحذر وخصوصا أنهم تكبدوا خسائر كبيرة هل هذه الخسائر وهذا الهبوط في العملات الرقمية وتحديدا لربما عملة البتكوين مؤقت هنا سيد جهات هل يمكن أن تعود وترتفع هذه العملة خاصة بأنه مع ربما ثمن هذه العملة وزيادة هذه العملة بشكل كبير أدى الكثير من الناس ودفعهم إلى الاستثمار فيها هل هذه الخسائر اليوم مؤقتة هل يمكن أن ترتفع قيمة هذه العملة يمكن أن ترتفع لكن في الوقت الراهن الاتجاه هو انخفاضي ونحن في ما يسمى ببارش ماركت وكما قلت يمكن أن نذهب إلى مستوى 13 ألف قبل أن نشهد ارتفاعه خصوصا أن عملة البتكوين لم تتمكن من أن تصحح أم أن تتعافى من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها رأينا أنه من أذار وحتى اليوم انخفضت بحوالي 60% والتصحيح عندما لمست مستوى 17 ألف لم يكن بكبير فرأينا أنها ارتدت لمستوى 25 ألف واليوم في هذه الدقيقة هي تتداول دون 20 ألف وبالتالي التصحيح من المستويات القصوى التي وصلت إليها وبعد انخفاض الكبير الذي شهدته عملة البتكوين لم تتمكن من أن يكون التصحيح كبير فالـ 25 ألف ليس مستوى كبير خصوصا أنها وصلت عند مستوى 68 ألف في هذا العام قبل أن تهبط بشكل كبير لمستوى 17 ألف والتصحيح 25 ألف ليس بكبير وهذا دليل أن كان هناك هبوط مرتقب أكثر وها نحن نصارع حاجز المقاومة 19 ألف وكما قلت أي إقفال أسبوعي تحت مستوى 18 ألف يعني أن عملة البتكوين ستعاود وستستمر بمسيرة الانخفاض كي تصل إلى حاجز مقاومة جديد هناك سنرى ما ستكون معنويات المتداولين أو ما يعرف بالـ market sentiment شكرا لك الخبير الاقتصادي جهاد حكايم كنت معنا من بيروت شكرا لك